بالنسبة لمصر المقص نتابع كده مع بعض المباراة النهاردة والفرص سامو الأوكران هو اللي أحرز الهدفين بالنسبة لنادي الجونة في الديئة 17 والديئة 39 في الشوت الأول وفي آخر ديئتين في المباراة أحمد عبدالغاني من ضربة جزاء سجل هدف مصر المقص ده عمر ناجدي رقم 9 مع شريف رضا وعمر طبعا من اللعيبة الحريفة جدا ووحدة بالعرض خطيرة جدا بصراحة بيستضيفوا الأهلي والزمالك في وقت صعب جدا وبطولة كاس مصر تلعبت ومنتخب مصر كان بيلعب هناك والزمالك والأهلي في أفريقيا وكل حاجة ولكن يعني هما الناس طبعا يعني ما عندهمش مشكلة إن هي من أسوأ الملاعب في أفريقيا ملعب فريقنا كان ريد ديفلز وفرقة كويسة وبتلعب الكورة السابتة كويس وعندهم لعيبة يعني حسب ما كابتل إن أحمد حسام ميدو قال لنا فإن شاء الله يعني خلالنا أول كورة لي دي أول منزل وبعدين رجع في الهجمة عمل ضربة جزاء بصوا إسلام صلاح رجع هنا هو وحيعدي وعرقلة ليه عمر نجدي وضربة جزاء هي فيها شك إن هي من برة منطقة الجزاء مش من جوه هي فيها عرقلة ولكن التصوير مش مبين بس إحساسي كده بيقول إن هي من برة منطقة الجزاء كابتن ترقيحي عمل تغييرات في الشوط التاني نزل أحمد عبدالغاني مكان حسين حمدي ومحمد الفيون مكان أيمن عبدالعزيز وعمر بركات مكان أوتوبون كلها تغييرات